أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه سورة المرسلات وهي من السور المكية وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار بمنى اذ نزلت عليه والمرسلات فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت علينا حيّة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما وقيتم شرها وقيت شركم كما وقيتم شرها فهذا الحديث يبين أن سورة والمرسلات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى وجاء في حديث ابن عباس كما في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة المغرب قرأ بها في صلاة المغرب فقد قال ابن عباس عن أمه أم الفضل أنها سمعت بن عباس أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات فقالت يا بني لقد أذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب ابتدأت السورة الكريمة بقول الله تعالى والمرسلات عرفا وهذا قسم بالمرسلات وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام وقلنا إن القسم بالشيء دليل على تشريفه فأقسم الله تعالى بالملائكة والمرسلات عرفا الملائكة عليهم الصلاة والسلام يرسلون يرسلون بأمر الله تبارك وتعالى وقيل الملائكة ترسل وقيل المراد أن القسم بالرياح في قوله المرسلات ولهذا جاء أن المرسلات والناشرات والفارقات والملقيات أنها الملائكة قال الله تعالى والمرسلات عرفا هي الملائكة إذا أرسلت بالعرف وقوله عرفا كعرف الفرس يعني يتبع بعضها بعضا إذا أرسلت بأمر الله يتبع بعضها بعضا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا هي الرياح كما قاله ابن مسعود وغيره وقال ابن كثير والأظهر أن المرسلات هي الرياح كما قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقع وقال وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وهكذا العاصفات هي الرياح يقال عصفت الرياح إذا هبت بتصويت وكذلك الناشرات هي الرياح التي تنشر السحاب في آفاق السماء بأمر الله عز وجل فالفارقات فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا كما قال الله تعالى في آية أخرى يعني هنا الملائكة نعم نعم أي نعم والمرسلات عرفة فالعاصفات عصفة والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا إنما توعدون لواقع هذا هو جواب القسم فقول هنا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا ونذرا يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام فإنها تتنزل بأمر الله عز وجل بالحق الذي يفرق بين الحق والباطل تتنزل بالحق الذي يفرق بين الحق والباطل وبين الهدى والظلال والحلال والحرام تلقي إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق وإنذار لهم عقاب الله إنهم خالفوا أمره إنما توعدون لواقع هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام أي إنما وعدتم به من قيام الساعة والنفخ في الصور وبعث الأجساد وجمع الأولي والآخرين في صعيد واحد ومجازات كل عام بعمل خير فخير وإن شر فشر كل هذا لواقع وكائن لا محالة ثم قال تعالى فإذا النجوم طمست أي وإذا النجوم طمست أي ذهب ضوءها كما قال تعالى وإذا النجوم انكدرت وكما قال تعالى إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا السماء فرجت وإذا السماء أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها كما قال تعالى إذا السماء انشقت وقال إذا السماء انفطرت وإذا الجبال نسفت كل هذا تصوير لما يقع في يوم القيامة وإذا الجبال نسفت أي ذهب بها فلا يبقى لها عين ولا أثر كما قال تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا ولا أمت وقال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ثم قال تعالى وإذا الرسل أُقِّتت أي جمعت كما قال تعالى يوم يجمع الله الرسل يوم يجمع الله الرسل وقال مجاهد أُقِّتت أي أُجِّلت أو أُقِّتت أوعدت كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجئ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون لأي يوم أُجِّلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يوم إذ للمكذبين وهنا يقول الله تعالى لأي يوم أُجِّلت الرسل وأُرجِي أمرها حتى تقوم الساعة لهذا اليوم العظيم كما قال تعالى وَلَا تَحْسَبَنَّ الله مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَه إن الله عزيز ذو انتقام يوم تُبَدَّرُ الأرض غير الأرض والسماوات الآيات فهذا هو يوم الفصل كما قال تعالى اليوم الفصل ويوم الفصل اسمٌ من أسماء يوم القيامة لأن الله تبارك وتعالى يفصل بينهم يفصل بين العباد ويقضي بينهم كما قال تعالى إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله وقال تعالى إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا والقرآن يوضِّح بعضه بعضا ولهذا أعلى أنواع التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن ثم قال معظما ثم قال سبحانه معظما لشأنه وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين يعني ويل لهم من عذاب الله وويل جاء فيها حديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واد في جهنم يعني لم يصح مرفوعا وقد تكررت ويل يومئذ للمكذبين في السورة كم عشر مرات تكررت عشر مرات وكل مرة تتكرر فيه ويل يومئذ للمكذبين فهي في أحسن المواقع وأجمل الأماكن فإنه هنا تهديد لمن للمكذبين بيوم القيامة قال الله ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون يوم من القيامة ثم قال تعالى ألم نهلك الأولين يعني من المكذبين للرسل الذين خالفوا ما جاءوهم به من الحق ثم نتبعهم الآخرين أي ممن أشبههم ولهذا قال تعالى كذلك نفعل كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداعة كما قال تعالى في سورة القيامة قبل ذلك ألم يكن نطفة من يمنى هنا قال ألم نخلقهم من ماء مهين ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة الباري جل جلاله وتقدست أسماؤه قال تعالى في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وقد مر بنا حديث ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا فجعلناه في قرار مكين جمعناه في الرحم وهو قرار الماء من الرجل ومن المرأة والرحم وعاء هذا الجنين يحفظ فيه إلى قدر معلوم ما هو هذا القدر المعلوم مدة مدة الحمل التي كتبها الله تسعة أشهر أو ستة أشهر قد تزيد عن التسعة وقد تنقص إلى ستة أشهر بحسب ما يشاء الله سبحانه وتعالى ولهذا قال فجعلناه في قرار مكين في هذا الرحم القرار المكين وإذا تم أربعة أشهر إذا تم الأربعين يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك هذه كم مئة وعشرين يوما ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فسبحان من أدخل الملك على الرحم بدون أن يشعر أحد قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين تهديد لهم أيضا لأن الذي فعل هذا سبحانه وتعالى وبدأ الإنسان بدأ خلقه من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفق فيه من روحه الذي بدأ جعله بهذه البداية الضعيفة قادر أن يعيده مرة أخرى وعلى كل شيء قدير ثم قال تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كفاتا يكفت فيها الناس والكفات من الكفت كفاتا يعني يعني وعاءا للناس وهذا من إكرام الله سبحانه وتعالى للآدم قال الله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا كفاتا يكفت الميت فلا يرى منه شيء فبطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم بطنها كما قال الشعب قال بطنها لأمواتكم وظهرها لأحيائكم وقال تعالى ثم أماته فأقبره وهذا من إكرام الله للآدم إذا خرجت روح الآدم تتغير معالم جسمه وتنتن رائحته وإذا رآه أهله وأقاربه ومحبوه أنكروه إنكارا عجيبا بعد موته بمدة فمن إكرام الله للآدم أن يدفن في هذه الأرض قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولهذا قال الله سبحانه وتعالى هنا ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات جعلنا فيها الجبال الرواسي التي تثبت الأرض لألا تميد وتضطرب وأسقيناكم ما أنفراتا عذبا زلالا من السحاب ومما أنبته الله عز وجل من عيون الأرض ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بقدرة الله يكذبون بالبعث يكذبون بعادة الأجساد يكذبون بالرسول يكذبون بالقرآن يكذبون بما أمر الله تعالى به تهديد ولاحظ أن السورة مكية فهي تخاطب المشركين وتقرأ أسماعهم بهذا التهديد العجيب ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون وهذا يقال عن الكفار المكذبين بالجنة والنار والبعث وأنهم يقال لهم يوم القيامة انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون من باب السخرية بهم انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب يعني لهب النار إذا ارتفع وصعد معه دخان فمن شدته وقوته أنه له ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب يعني ظل الدخان المقابل لللهب ليس ليس في نفسه هو ظل ولا يغني من اللهب يعني لا يقي من حر اللهب لا ظليل هو صح دخان كأنه سحاب لكنه لا يقل حرارة هو العياذ بالله ولا يغني من اللهب النار ثم قال تعالى إنها ترمي بشرر كالقصر أن يتطاير الشرر من لهب النار والعياذ بالله كالقصر قال ابن مسعود كالحصون كالحصون إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كالحصون وقال ابن عباس وغير واحد يعني كأصول الشجر إنها ترمي بشرر كالقصر يعني كأصول الشجر العظيمة شرر النار والعياذ بالله كأنه أصول شجر عظيم أو على قول ابن مسعود وابن عباس كأنه حصون كأنه جمالة صفر وهي الإبل السود وقيل كأنه جمالة صفر حبال السفن وقيل كأنه جمالة صفر قطع نحاس قطع نحاس وهذا وصف لك لشرر النار والعياذ بالله إنها ترمي بشرر عظيم كالحصون أو كأصول الشجر كأنه جمالة صفر كأنه حبال السفن أو كأنه الإبل السود أو كأنه قطع النحاس قال ابن عباس كما في صحيح البخاري إنها ترمي بشرر كالقصر قال كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للبناء فنسميه القصر كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع وفوق ذلك فنرفعه للبناء فنسميه القصر يعني كأنها البناية لعظمة هذا الشرب كأنه جمالة صفر حبال السفن تجمع حتى تكون كأوساط الرجال ويل يوم إذن المكذبين ثم قال تعالى هذا يوم لا ينطقون لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيعتذرون لكن الله قال عنهم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين وهنا قال لا ينطقون وهناك نطقوا أي نعم مواقف القيامة لها أحوال تختلف أحيانا يأتي من مواقف القيامة أنه لا يؤذن لهم فيتكلمون ولا يؤذن لهم فينطقون كما قالت على هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وفي بعض أحوال يوم القيامة يخلى بينهم وبين الكلام فيقولون يا ليتنا نرد إلى الدنيا فنعمل صالحا يا ليتنا لم نشرك بالله وأحياناً يعتذرون ولكنه لا يقبل عذرهم كما قال الله عز وجل هنا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ما يقدرون على الكلام ولا يؤذن لهم أيضاً فيعتذرون لأن أصلاً قامت عليهم الحجة وحق عليهم القول بما ظلموا فهم لا ينطقون إذن عرصات القيامة حالات وربنا تبارك وتعالى يخبر عن هذه الحالة تارة وعن هذه الحالة تارة ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ ولهذا يقول الله عز وجل بعد كل فصل من هذا الكلام ويل يومئذ للمكذبين وقد سبق أن تكررت عشر مرات في هذه السورة الكريمة هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون وهذه مخاطبة من الخالق عز وجل لعباده يقول الله عز وجل لهم هذا يوم الفصل جمعناكم في قدرتنا بعد أن ميتم وصرتم رميما أنشأناكم خلقا آخر ورجعتم إلى الدنيا مرة واحدة في صعيد واحد يسمعكم الداعي وينفذكم البصل هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون فهذا تهديد شديد أيضا ووعيد أكيد يعني إن قدرتم أن تتخلصوا من قبضتي وتنجوا من حكمي أفعلوا ما تستطيعون قال تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فهم لا يستطيعون يوم القيامة أن يفعلوا شيئا فإن كان لكم كيد فكيدون وقد جاء في حديثة بذر في صاح مسلم أن الله تعالى يقول في حديث القدس يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهنا يقول الله تبارك وتعالى ولا يؤذن لهم فإن كان لكم كيد فكيدون وين يومئذ للمكذبين ثم قال تعالى مبينا نعيم أهل الجنة وما يعطيهم سبحانه وتعالى من الكرامة إن المتقين في ظلال وعيون هؤلاء المؤمنون الذين آمنوا بالبعث وأدوا الواجبات وانتهوا عن المحرمات يقابلون أولئك الكفار الذين أنكروا البعث وفعلوا الشرك وكذبوا الرسول وما أرسل به فقال الله عن هؤلاء إن المتقين في ظلال وعيون يقابل ما في أولئك الأشقية من ظل من ظل اليحموم والدخان الأسود المنتن والعذاب الذي يعايشونه في نال جهنم هؤلاء عكسهم وفواكه مما يشتهون يعني من سائل أنواع الثمار مما طلبوا ووجدوا كما قال تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون أن يقال لهم أن يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم كما قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هل الجنة بجزاء العمل لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذن قال هنا بما كنتم تعملون ما هو الجواب قال العلمة إن، أينعم قال العلمة إن الجنة دخول الجنة برحمة الله لكن التوفيق للعمل ها التوفيق للعمل هو الجنة والعمل والتوفيق للعمل كله برحمة الله فقولوا فيما كنتم تعملون أي بسبب عملكم أي بسبب عملكم ومن هو الذي وفق للعمل هو الله تبارك وتعالى والدليل قوله عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى أنه قال الجنة وأنت رحمتي أرحم بك من أشاء فإذن وبعض العلماء قال هم يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون المنازل بأعمالهم يدخلون الجنة برحمة الله ويتقاسمون المنازل بأعمالهم المهم أن قوله بما كنتم تعملون أن هذا من باب نفس التوفيق للعمل هو برحمة الله تبارك وتعالى ولا ما في أحد يستحق الجنة استحقاقا بمحض عمله لا إنما يستحق الجنة برحمة الله تبارك وتعالى ثم إن التوفيق للعمل وقبول العمل إنما هو أيضا برحمة الله تبارك وتعالى هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين وهنا قال بأول السورة إنا كذلك نفعل بالمجرمين ونقال إنا كذلك نجزي المحسنين كما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل هذا جزاؤنا لمن أحسن العمل فإن الله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته ومشيئته سبحانه وتعالى أنه يجزي عباده المحسنين كما قال تعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة فالإنسان الذي يريد أن يحسن الله إليه عليه أن يحسن العمل في هذه الدار الدنيا كلوا واشربوها إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين ثم قال تعالى كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون وهذا خطاب للمكذبين بيوم القيامة وهنا الأمر هنا على سبيل إن التهديد والوعيد والتهكم بهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون يعني مدة قليلة قصيرة في هذه الحياة الدنيا كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد وقال عز وجل ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وقال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوًا لهم فهذه الحياة الدنيا مدة أصلاً قصيرة يسيرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبوعه في اليم فلينظر بما يرجع والله تعالى يقول فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر قليلاً إنكم مجرمون ثم يساقون بعد ذلك إلى جهنم كما قال سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ويل يومئذ للمكذبين كما قال تعالى نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ وقال أيضاً إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون ثم قال تعالى وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وهناك قال تعالى وَارْكَعُوا مع الراكعين وقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ يعني إذا أمر المؤمنون أو أمر الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الجهل من الكفار أن يكونوا مع المصلين مع الجماعة امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه قال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر تركوا الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهنا يقول الله إذا قيلهم اركعوا لا يركعون فهم يستكبرون عن الصلاة والمؤمن يضع أشرف ما فيه وهو جبينه يضعه على الأرض تواضعا لله وخضوعا لربه تبارك وتعالى وتعظيم الله لكن الصلاة هي عنوان الإسلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسد فصارت الصلاة هي عنوان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام رأس الأمر الإسلام وعموده وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فهي عمود الإسلام فهم فإذا رأيت شخصا يصلي علمت أنه مسلم وإذا رأيت شخصا لا يصلي علمت أنه غير أنه غير مسلم وهذا قد يضم إلى أدلة من قال بأن تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا أنه كافر لأن الله قال هنا وإذا قيله مركع لا يركعون فهذا قد يضم إلى أدلة من يرى كفر تارك الصلاة ولو كان غير جاحد لوجوبها وهذه المسألة مسألة طويلة ولهذا قال عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة وإذا قيل له مركع لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين ثم قال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون أي إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن العظيم فبأي كلام يؤمنون به كما قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون القرآن الكريم الذي اجتمل على الوعد والوعيد والترغيب والترهيب وذكر عظمة الرب عز وجل وأسمائه وصفاته وأمره ونهيه وماذا فعل بالأمم السابقة وبين نعيم الجنة وعذاب النار وبين البعث وبين الساعة وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه إذا لم يؤمن هؤلاء القوم بهذا الحديث العظيم بهذا القرآن فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وهذا دليل على أن من أسماء القرآن الحديث قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني وأيضا قال الله عز وجل عن هؤلاء القوم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم لكن هل إذا رأينا أو إذا غلب على ظننا أو إذا علمنا أن هناك شخص أن هناك كافر أو مبتدع أو أيما كان عنده ضلالات هل معنى هذا أننا لا نجادله ولا ندله لا نقيم عليه الحجة ونذكر له الأدلة من القرآن والسنة ولا مانع من الأدلة العقلية نقيم عليه الحجة وإذا كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية فهو سيهتدي وإذا لم يرد الله هداية أوف كما قال الله ومن يرد الله فمن يرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وأيضا قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم وأيضا قال تعالى فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون فأنت أيها المبارك وأنت أيها المباركة إذا رأيت شخصا ضالا عن الحق زائغا عنه فعليك أن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى وأن تقيم عليه الحجة وأن تبين له المحجة تذكر له الأدلة من الكتاب والأدلة من السنة ولا تقل أو يعني يكن في قرارة نفسك تقول فلان لن يهتدي لا تدري عن هذا أنت واجب عليك أو مهمتك هي تبليغ الحق وإصال الحق للناس ودعوة الناس إلى دين الله عز وجل أما الهداية في بيد الله سبحانه وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل الله ومن يضلل فلا هادي له وقال عز وجل من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا في غير ما آية من كتاب الله سبحانه وتعالى فعلى الإنسان أن يبحث عن الحق وعن أسباب الحق وأن يبينه وأن يوضحه فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وقد ذكر ابن أبي حاتم حديث أبي هريرة أنه إذا قرأت والمرسلات وقيل فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنت بالله بما أنزل وقد تقدم هذا في سورة القيامة وبهذا نختم الكلام عن سورة المرسلات ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم فهما في كتابه وفي سنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر